موسيقى السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي شعيد التوضيف الضيئة في التشكس هاد للشين ديستريبيسيون. للشين ديستريبيسيون الدورة تتقوم به وهي كتوزع وكتجمع الميكانيزمات ديال المحرك باش كل جزء وعنصر في هاد الميكانيزمات يقوم بالدور المنطبي. وهاد للشين ديستريبيسيون وهي عبارة عن سلسلة مصنوعة اما من الكاواتشو او من الميتار. مدة الصلاحية تتراوح ما بين ثمانين الف كيلو متر الى مئة الف كيلو متر كحد اقصى حسب الجودة والعلامة. عليش خسنين بدل هاد للشين ديستريبيسيون وبالخصوص سمعوني مزين. فاشك تشري سيارة بونوكازيون. لان فاشك تشري هاد السيارة المستعملة. مكتعرفش حال باقي لها المدة الصلاحية ديال هاد للشين في هاد السيارة. وهنا تقول المحرك مهدد في اي لحظة. اذا فاشك تشري سيارة بونوكازيون. ملزم عليك باش تبدل هاد للشين ديستريبيسيون. بالخصوص الى بتكسب هاد السيارة. السبب لي كي يوصل وكي يسرع تلف ديال هاد للشين ديستريبيسيون عاملين. العامل الاول وهو اللي قلت في التقديم وهي مدة صلاحية. يعني كتتنسى او تتنسى مدة صلاحية ديالها. العامل التاني وهو سمعوني مزيان. كتسمعوني دائما في الدور الزيلي دائما تنقول فراني. من خصوص فاشتكون السورة. اذا فاشتكون غادي بسورة عقوسة مثلا ساكيام او كاتريام. وكتبتل فيتاس مباشرة مثلا من ساكيام لتروازيام او من كاتريام لدوزيام بدون الضغط على الفران. هنا تتهدد هاد للشين ديستريبيسيون. لان فاشتتغط على الفران كتبتص هذه القوة الدفع. وهنا تبتل فيتاس والمحرك ما توقع عليه والو. اما إلا كتي مثلا غادي بسورة عقوسة مثلا ساكيام مباشرة درتي تروازيام. هنا شكولتي كيف رأتي ينتص هذه القوة الدفع. يعني كتبتل تنتص هاد للشين ديستريبيسيون. وفاش كتبتل مثلا مساكيام التروازيام بدون الضغط على الفران كتبتل هادك السمطة. يعني هادك لشين ديستريبيسيون وهنا تتولي مهددة في اي لحظة تختبع. اذا الاحتياطات اللي غادي نقوم بها في حالة تقطعات. اول حاجة اولا فاش كتبتل هاد لاشين ديستريبيسيون تقطعات. اما كتسمع الصوت او ما تسمعش. وتعرف بالله وصل لها الوقت وانسيتها او تنسيتها او ما تقطع. تقطعات العقيقة. اذا الى تقطع تتخليهم جموع. او اه يعني ما رديش البال هادك العقيقة تتفك. وهنا توقع نفس المشكل المحركة. اذا الى وقعت المشكل. اذا في هاد الحالة كتخلي السيارة في المكان ديالها اما تتعايط للضيباناج او لا ميكانيزين. بيدون سمعوني مزين. بيدون ما تشغل المحركة. يعني ما تديرش لها امارش. لانا قد ما كتدور الكونتاك. قد ما الازاتي تفكو ديال المحركة. يعني ديال الميكانيزمات. كما تتشوفوا الصورة. وهنا الخطورة. قد ما دورتي الكونتاك. قد ما تتعقد الامور. اذا في هاد الحالة هذه. كتخلي المحرك في المكان دياله. باش ما تصعبش المأموري. لانا لمشا تفكو هادوك الازات كاملين. كتولي. قاعدوك الميكانيزمات او جل الميكانيزمات. تبقوا الصارحين. وهنا كتعاود. من جديد. تركيب المحرك. وتجمع المحرك. وهنا الخطورة. والصعوبة. وكتزاد عليك المسارك. اذا الوقع لكم هاد المشكي. حسيتو بلا. لاشين ديستريبيزيون. خليو المحرك. ما تليدوش شغله. كما وردت لكم في الشرح المبسط. تدخليو السيارة في المكان دياله. وكتعايتو. الميكانيزمات او لدباناج. باش تصلحو باقل ضرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.